بعد ما تعلمت أنا وإياكم كيف نوجد نقاط عدم الاتصال من خلال الرسم الآن بدا نتعلم كيف نوجد نقاط عدم الاتصال من خلال الاقترانات طيب مثلاً السؤال حكيلي إذا كان قاف السين بساوي واحد على سين ناقص ثلاثة لكل تربيع زائد اثنين على سين حكيلي فإن مجموعة قيم سين التي يكون التي يكون عندها الاقتران الهقاف السين غير متصل شو هي؟ يعني هون عندنا اقتران مش رسمة وحكتلكم في الاقتران اللي بيكون بسط مقام بروب بجيب المقام بساوي بالصفر قيم سين لما يكون المقام عندها بساوي صفر هاي القيم بيكون ان الاقتران عندها غير متصل لأنه بيكون الاقتران أصبح غير معرض لأنه بيصير عندنا قيمة على صفر والقيمة على صفر غير معرض طيب عزقتكم بالحكي بس هسا بنشوف بالتطبيق طيب الآن هاي المقام شايفينه؟ صح؟ المقام الأول جيبوا لنا يا ها سين ناقص ثلاث الكل تربية بساوي بالصفر با بدنا نخلص من إيش؟ من التربية بأخذ الجدري التربيعي للطرفين الجدري التربيعي مع التربية بروح بصف عندي سين ناقص ثلاث بساوي شو الجدري التربيع للصفر؟ صفر الآن بدي قيمة سين بنقول السالب ثلاث للطرف الآخر بتصير موجب ثلاث اللي بنقوله بحكس إشارته بصير عندي سين تساوي ثلاث هاي بيكون الاقترار عنده غير متصل طيب عندنا مقامين انتبهوا يعني هذا السؤال في مقامين بأخذ المقام التاني هذا المقام التاني بجيبه هاي أول مقام تاني مقام اللي هو سين بساوي بالصفر خلفيش اشي نعملهم هاي سين تساوي صفر وسين لحالها إذن هاي ثاني قيمة إذن مجموعة قيم سين التي يكون عندها الاقترار غير متصل اللي هي بحط سين تنتمي عندي صفر والثلاث كيف جبتهم بجيب المقام بساوي بالصفر بوجد قيمة سين هاي القيمة بيكون عندها الاقترار غير متصل بنوخد كمان سؤال السؤال التاني بحكيلي إذا كان الاقترار قاف السين بساوي له سين على سين زائد تنين وسين ناقص واحد حكيلي فإن مجموعة قيم سين التي يكون عندها الاقترار غير متصل علم غير متصل طيب متى بيكون غير متصل الأستاذ حكي لنا لما يكون المقام صفر جبوه لنا المقام وين المقام هاي سين زائد تنين وسين ناقص واحد بساويها بالصفر طيب أستاذ هون عندها عنا قوسين لما نسويهم بالصفر نتذكرين بتحليل العبارة التربعية حكينا حل العبارة التربعية مش بنسويها بالصفر منخلي كل قوس بساوي صفر يعني لما يكون عنا قوسين بساوي صفر القوس الأول بساوي صفر القوس الثاني بساوي صفر إذا بحكي سين زائد تنين بساوي صفر قوس الأول بساوي صفر فبشت قيمة سين سين تساوي الموجب 2 لما نقولها للطرف الآخر بتصير سالب 2 هاي أول قيمة بجيب القوسة الثانية سين ناقص 1 بساوي بالصفر بنقول السالب 1 بصير موجب 1 سين تساوي موجب 1 هايلو إذن هذول بكون عندهم الاقتران غير متصل لأنه المقام بساوي 0 فبحكي سين تنتمي من سالب 2 دائما من صغير للكبير موجب 1 طيب فكرة هيكا سريعة ممكن 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 يجيب لنا المقام فرق بين مربعين بربع حلله وبساوي بالصفر مثلا بجيبو لنا عبارة اربعية بحللها قوسين زي هيك بس لحظة من حظنا هون محللها وجاهزة ممكن يجيب لنا عبارة اربعية احنا منحللها ومنساويها بالصفر منساوي القوس الأول بالصفر القوس الثاني بالصفر نفس الاشي لو جيب لنا مثلا فرق بين مقعبين مش قوس الصغير وقوس كبير القوس الصغير بساوي صفر القوس الكبير بساوي صفر بس قوس الكبير اللي هي العبارة التربعية الناتجة من تحديل فرق بين مكعبين ومجموع بين مكعبين لا تحلل إذن القوس الكبير بنا نعمل حالنا إيش مش شايفينه إذن بس القوس الصغير بساوي بالصفر تطلع قيمة سين بنا في أفكار بنا نحاول نحل على هاي الأفكار عشان نكون على دراية كاملة بموضوع نقاط عدم الاتصال من خلال الاقترانات ترجمة نانسي قنقر